اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق الأهداف يتطلب العمل والمثابرة وفق منهجية وخطط مدروسة منوها بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وأشهد سموه وحفظه الله بالجهود الكبيرة التي يقدمها كافة أعضاء فريق البحرين من الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية والجهات المساندة والتي تعمل ليل نهار من أجل حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ودورها المهم في تحقيق النتائج التي وصلت إليها المملكة حتى اليوم إلى جانب الوعي المجتمعي الذي كان له الدور الكبير لبلوغ هذه المستويات منوها سموه بما حققته المملكة حتى اليوم من منجزات على صعيد التصدي للفيروس والتي يجب أن يحرص الجميع على الحفاظ عليها بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ودعم كافة خطط التعامل مع كافة مستجدات فيروس كورونا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية معالي الدكتور تيدروس أدهنوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث رحب سموه بمدير عام منظمة الصحة العالمية الذي يزور المملكة بمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة البحرين منوها سموه بمسارات التعاون المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية مؤكدا سموه حرص المملكة على استمرار تطوير هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها في البحرين والذي سينقل مستوى التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وخلال اللقاء تم استعراض جهود منظمة الصحة العالمية في التصدي لانتشار الفيروس عالميا حيث أكد صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لجهود منظمة الصحة العالمية وحرص المملكة على تعزيز دورها ضمن التعاون الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا وتقديم كل ما من شأنه تحقيق أهداف التصدي للفيروس عالميا من جانبه أعرب معالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حسن وكرم الضيافة معربا عن إعجابه الشديد بالجهود المنسقة والفاعلة لفريق البحرين والمنهجية الشاملة التي اتبعها للتصدي للجائحة وتحقيق النتائج المرجوة بكفاءة عالية في مختلف مراحله مشيرا إلى اهتمام المنظمة بتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات اشتركوا في القناة